يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة النادي الاهلي فاز على المقالون العرب ربعية مقابل هدف واحد النادي الاهلي مع ختام الدوري الممتاز رغم حسم الدوري الممتاز قبل حتى مباراة الزمالك يفوز على الزمالك بالاربعة ويفوز اليوم على المقالون العرب بالاربعة عشان يقرر نفس النتيجة الحقق مع الداخلية ومع القطن الكاميروني ربع مرة يفوز النادي الاهلي بربعية هدف اول كان لقاليو دينج اللي عمل اداء ودور حمد فتحي النهاردة في التقدم ليه بطاعة الجزاء وسرور رائع جدا من كوكا سجل الهدف الاول للنادي الاهلي في الديئة 17 وحلو ان الجمهور النادي الاهلي نازال يذهب الى الملعب ويشجع ويساند رغم حسب الدوري للنادي الاهلي انتهاء الموسم بالنسبة للنادي الاهلي خلاص بكل الاهداف وكل الانجازات الممكن حقاها النادي الاهلي ده الهدف امام حضراتكم كوكا كمان عمل مباراة كبيرة النهاردة كبيرة نجمة منتخامنا الوليمبي طبعا بعد كده يوزيف اوشايا سجل هدف التعادل المكون العرب في الديئة 24 اوشايا من اللاعبة المميزة جدا بالمناسبة واحد من افضل الانداء اللي عندها اجانب في مصر او يقدر يستفيد من معظم الاجانب اللي عنده كان فريق المكون العرب هذا الموسم المكون العرب بشكل عام عامل الموسم رائع جدا سيبك من نتيجة مباراة الزمالك وسيبك من نتيجة مباراة النهاردة بس انه يقدر ينهي الدوري في المركز السابع وهو فريق يعني امكانياته مش كبيرة يعني بالمقارنة بفرق كبيرة في الدوري الممتاز كبيرة من حيثه الامكانيات يعني بعد كده محمد شريف سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في الديئة 52 عشان يواصل مرة اخرى التسجيل في الدوري هدف الفريق في الدوري المصري محمد شريف هدف النادي الاهلي رغم انه ما شاركش اساسي بشكل كبير هذا الموسم ولكنه ما زال هدف الفريق شريف دايما لغز بصراحة يعني ساعات يحسسك انه اهم مهاجم في الدوري المصري وساعات يحسسك انه بعيد لغز لغز كرياته كبيرة طبعا راكي اطار محمد طاهر سجل هدف ثالث للنادي الاهلي في الديئة 68 تم احتساب الهدف تسالب عكده الفار اكد الهدف ضرب الجزاء للنادي الاهلي سجل منها طاهر محمد طاهر اخر هدف الفريق حسان يكمل النادي الاهلي ربعية اربعة واحد امام المقرون العرض نهار ده النادي الاهلي جرب لعيبة كتير جرب الدبيس وجرب كريستو اللعبة دي كلها شاركة ابي كامع نادي اي بسدت او خدت مساحة اكبر النهار ده كوكا كمان عمل مباراة كويسة محمد فخر كزاير ايمان عمل مباراة كويسة خاد عبد الفتاح في مركز المدافع جامل ام ربيع عمل مباراة كويسة طاهر خاد النهار ده خاد النهار ده كمان بيرستو حتى نزل الشوت التاني انت تتكلم معظم اللعيبة النهار ده خادت وهتاخد الفترة اللي جاية وهيديها مرسي الكولر فرص كثيرة وكبيرة عشان يظهروا اكتر موسم كان مضغوض جدا للنادي الاهلي كله منافسات صعبة وبالتالي كان فيه لعيبة ما بتاخدش الفرصة الكفية هو بصراحة مرسي الكولر لده لكل اللعبين كل اللعبين في النادي الاهلي بستثناء ايمن اشرف كلهم خدوا دقايق في المباراة المضاية بس هو عايز زد البعض اللعبين مساحة اكبر او وقت اكبر عشان يظهروا امكانياتهم مع الفريق اشكال تشوف النهار ده الاهلي كان رائع جدا حتى بتشكيله مغايرة تماما عن تشكيلة المباراة المضاية ودي الفكرة ان الراجل مرسي الكولر حط منظومة وحط سيستم اي حد بيخش جواه بيعمل نفس الاداء اللي بيعمله اللعيب الاساسي بينكو سين يعني عشان دلوقتي يبدو وكأن النادي الاهلي فعلا ما ببقاش عنده لعب اساسي ولاعب احتياطي مرسي الكولر بعد المباراة قال الكلام ده بالزبط قال ان انا ما عنديش لعب اساسي واخر بديل وقال انه تعريف اللعب الاساسي عندي هو من اختاره بالبداية المباراة وقال ان كل اللعبين شاركوا خلال الموسم وفخور بما فعلته من تدوير بين اللعبين والحفاظ على قوام الفريق قال كمان انا ما عنديش اي فكرة او يعني ما بيفكرش دايما انه يعتمد على 11 لعب فقط مثل ما يعمل او يفعل البعض وقال انه احنا لو عملنا احصائية لعدد دقائق فنلاقي ان المعظم اللعبين شاركوا لعدد دقائق متقاربة وقال بسؤاله عن موعد الاجازة اللي ممكن ياخدها اللعبين استعدادة لبدء الموسم الجديد قال كل الموعد الاجازة ما نستنى قرار معين لتحديد موعد الاجازة اللعبين مرهقين وفي حالة زهنية ضعيفة وقال ان احنا نظر لحاجتنا الى اجازة هنختار الوقت المناسب عشان نعلن القرار ده قال من بين الاشياء الهامة اللي بنعملها مع الفريق في الوقت الحالي هي جلسات منفردة مع بعض اللعبين وعشان يكون صريح بطلب فيها اللي انا عايزه منهم بشكل واضح وساعات بكون قاسي جدا فيها احيانا وقال ان التطور بيكون بحاجة الى فترة طويلة عشان يقدر يشوف اللي حصل من اللعبين ممكن ده يستغرق اسابيع او شهور ولكن كده كده هو بحسب كلامه ومقتنع انه الرغبة والقابلية عند معظم اللعبين لتطور موود كلام محترم